اهلا بكم في حلقة جديدة على النهاردة وفيديو بديد والنهاردة الحلقة حلوة جداً 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 بعرف انها مفيدة وتركزة فيها و كل كلمات يقولها النهاردة هيّا لون أتساب مديم حيننا ولكن نتكلم عن علم الطاقة لو أنتم تماثوني ستتركان تكون موضوعات علم الطاقة هي من أكثر من الواضيع التي هيّا لتشدّني كراشة وأنا يعني أتمنى أن نفضل أقول فيها يعني أعمل فيها يعني حلقات كتيرة جدا لأن أنا بحس أن مواضيع علم الطاقة من المواضيع الجذابة والأتراكتوف جدا جدا بالنسبة لي لأنني بحسها مفيدة جدا وليها تأثير إيجابي على كل ناس تفرج علي فدايما لما تلاقوني أعمل حاجة عن علم الطاقة تأكدوا أن الفيديو هيبقى مفيد جدا وهتحبوه قوي 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 طيب النهاردة هنتكلم إيه هي المؤشرات أو العلامات اللي بتدل أن الرزق أو المال قادم إليك أو العلامات أو المؤشرات دي بتقول أن أنت سوف تصبح غني يعني أنت هتبقى غني أو أنت جاي لك فلوس جاي لك رزق خويس جاي لك فلوس كتير كمان وجاي لك رزق وجاي لك مال يعني طيب العلامات دي عن طريق علم الطاقة وركزوا جدا جدا شوفوا أي حد كده جاي له فلوس سبحان الله أو بقى غني هتلاقوا العلامات دي أكيد حصلت معي مما اللي أشك فيني العلامات دي هتحصل معي وبنسبة كبيرة جدا جدا طيب إيه هي بقى العلامات دي كالعادة قلولي بتتفرجوا علي من فين؟ قلولي انتو من برج ايه باردو؟ قلولي ايه بقى الحاجات اللي بتخصل لكم بتعرفوا ان انتو يعني حاجة تلقائية كده لو حصل لكم الموقف ده تعرفوا ان جاي لكم فلوس كويسة او رزق كويس اوكي؟ جاوبوني انتو على السؤال ده تحت طيب اول علامة ان انت هتبطل تحس ان انت محتاج فلوس والله العظيم هتحس كده بالشبع هتحس ان انت حتى لو انت مديون او حتى يعني هتحس انت مش محتاج الفلوس يعني طيب الحاجة عندك هتقل فيهتحس ان انت حتى لو مديون حتى لو انت فعلا محتاج فلوس حس ان الفلوس مش فرقة سواء ان جت او ماجتش انت موسوط وعندك رضة بحياتك يعني حاس ان انت راضي وموسوط بحياتك سواء ان معاك الاموال دي او مش معاك الاموال دي فيه طاقة رضك كده فيه طاقة يعني استغناء انت مستغني عن المال مستغني عن الفلوس مش محتاج لها مش بتجري وراها مش متعلق فيها يبقى من أحد حاجات اللي احنا تكلمنا عنها في قانون الجذب إن كل ما التعلق بتاعك بأي حاجة في الدنيا بيقل كل ما الحاجة دي بتقرب لك زي الحب كده لو أنت بتبقى متعلق بشخصه عمال بتجري وراه هتلاقيه هو عمال يهرب منك وانس إن التعلق ده خلاص انت شلت الشخص ده من دماغك والتعلق بالشخص ده اختفى أو قالت تبدأ تراقي الراجل أو الشخص ده بدأ يجري وراك احنا كلمنا في مواضيع دي كتير جدا لما كنا منتكلم عن التخاطر وعن قانون الجذب كل ما بتبدأ بتتشيز الحاجة أو تجري وراها وتلحقها هي بتهرب منك أول ما خلاص تقول enough is enough ومش عايز وتفك تعلقك بيها وتبطل تلحقها وتبطل تطريدها تلاقي الحاجة هي اللي بدأت تجي لك أوكي ده يبقى دي قاعدة رقم واحد قاعدة رقم اثنين ان انت تبدأ تحلم تحلم بس رؤية يعني تكون انت مثلا متوضي ومصلي وفيه أحلام معينة بتدل على الرزق ممكن نعمل الحلقة كاملة عن الأحلام لو انت أو الرؤية لو انت شفتها تدل على ان جاي لك رزق كويس يعني مثلا أو خلوها في حلقة تانية بلاش نحرق الموضوع ده بس أحلام ان انت تحلم ان انت تاري ان انت معاك فلوس ان انت من الأغنياء ان انت معاك عندك قصر ان انت سلطان ان انت مع الناس الكبارات القوم أو علية القوم أو الناس المشهورة ان هما أثرياء فتحس ان دي معناها حلم بالعظم أو حلم ان جاي لك أموال كتيرة بس تكون رؤية ما تكونش حلم ان انت يعني مهم ان انت تكون مصلي قبل ما تنام فالرؤية ان انت تكون عظيم ومصادق لأعظماء دي بتدل على ان جاي لك فلوس بل تالت حاجة نتلاقي دايما الكميونيتي اللي حواليك ان انت محاق بالناس الإيجابيين الناس اللي عندهم بيفكروا في الثراء بيفكروا ان هما يكون عندهم فلوس الاغنياء العقول الغنية يبقى تلاقي الناس اللي حواليك إيجابيين الناس اللي بتشجعك بتديك طاقة إيجابية بتديك بوش بتديك بتزوءك ان انت يقولك لا انت هتقدر بتكمل انت فعلا هتوصل ان انت هتلاقي الكميونيتي أو الناس اللي بدأوا يكونوا حواليك ناس دماغة دماغة أثرياء دماغة دماغة ومشاريع مش مثلا يقولك يلا نروح نقعد على القهوة يلا نضيع وقت ومش عارفة نشرب ايه لا هتلاقي يقولك يلا نروح الجم يلا عشان تبقى عندك لياقة يلا عشان ايه دا انت عندك مثلا تكمل البروشيك بتاعك فتلاقيهم بالناس اللي حواليك سبحان الله ربنا كده مرة واحدة أحاطك بأشخاص بتديك بوشيك بتديك إيجابية بتشجعك ان انت تحقق حلمك بيفهموك ان انت كل ده اتشيف بلو هم حققوا فتلاقي الناس حواليك اشخاص نجحين اشخاص عدوا قدروا يعني عقولهم عقول اه طراء فهتلاقي فعلا كل الناس اللي جات لها فلوس مرة واحدة ان الكميونيتي اللي حواليه دا اتغير وعلى فاكرة عايز اقولكم ان دي حاجة مهمة جدا بغض نصل عن جذب المال دايما نركز في الدايرة اللي حواليك دايرة الاصدقاء دايرة المعارف دايرة المقاربين اعرف ان حياتك هي انعكاس للدايرة اللي حواليك حواليك ناس ايجابية ناس ناجحة ناس طموحة هتلاقي ناسك طموح وايجابي حواليك ناس فاشلة وعربجية وما بعملوش اي حاجة بحياتك هتلاقيك فاشل وما بتعملش اي حاجة بحياتك فدي برضو نقطة مهمة جدا تانكيو يا جماعة الكلامة الحلوى قوي دا ما كنتش يعني كومنس كتير على يالو شيرت تانكيو الابيض يليقو بي ايه برضو العلامات اللي بتدول ان الفلوس دي جاي لك هو ان انت هتحس بطاقة وفرة وفرة ايه تحس ان معك فلوس ان انت تحس ان انت غني ان انت هتحس ان انت تلاقيك بتصرف كده كأن معك فلوس كتير هتلاقيك عمل ناس تيجي تقولك تشتري مصر حاجة عقارات تيجي ناس تقولك ايه يا ستة هنا مراسفة هتسددي ديون دي كلها ازاي هتتفع القص ازاي انت مش عارف انت هتتفع القص ازاي بس انت متأكد ان انت فيه مصدر رزق او فيه فلوس جاي لك وان انت هتسدد الديون دي او ان انت هتشتري الحاجة دي هتلاقيك بتشتري موبايل يا عم طبع انت هتزنق نفسك لا يا سيدي ربنا يا سهل انا عارف ان الرزق جاي جاي فهتلاقيك بتتعامل كأنك انت سري بتتعامل كأن معك فلوس حتى لو انت معندك شي فلوس هي طاقة بعقلك الـ subconscious mind بتاعك وعليك البطن تلاقيك بتشتري الحاجة وانت حاسس ان انت الفلوس صرفتها دي هيجي لك اضعاف اضعافها مش عارف هيجي لك اضعاف اضعافها ازاي بس انت متأكد ان جاي لك فلوس كويسة وجاي لك فلوس حلوة تلاقيك مثل تشتري مثلا عربية جديدة طب انت هتدفع القص ازاي عم الحاج والله بقدرة ربنا انا عارف ان القص ده ربنا هيزقني وتلاقي فعلا الرزق جاي لك ان هو يغطي انا حصلت معي يا جماعة قبل كده في حاجة انا اشتريتها اقسم بالله العظيم بسنة 2013 الحاجة دي انا مكنتش عارفة هاتفها فلوسها ازاي ولما حد يعني كبيرة عليا في الوقت ده بس انا متأكدة ان ربنا هيزقني وهاتف على فلوسها اقسم بالله العظيم حصلت معجزات كتيرة جدا جدا وقدرت ان انا قطوها لقص اقسم بالله انا ما عارفش ان دفعت الاقصاد دي ازاي ولا الفلوس دي جات لي منين بس انت عندك شعور وعندك طاقة داخلية والانالبيس بتاعك بيقولك يو كان دوت انت هتعرف تعملها يبقى مشاعرك وافكارك اللي انت حاسسها هي اللي هتخصى فهتلاقيك بتشتري حاجات كده وانت متأكد انت هتعرف تسد الدين وانس تبقى هتسترب هتتجنن يعني انت عشاري العربية دي هتدفعها ازاي ازاي فلوس دي بس انت جوك فيه قين فيه ايمان ان انت فيه فلوس جايا لك وانت مش عارف يا جايا منين وهتتفعها يعني هتتفعها وانت مش فاهم طيب قعدة رقم خمسة انت هتلاقي ناس بتصرف معاك كيانك انت غني مش دايما الناس الاغناء الاثراء اللي معاملون فلوس كده تحس ناس بتحترمهم كده وعملان لهم وليهم ايجوا بطريقة معايا انت فجأة كده هتلاقي طريق التعامل الناس معاك كأن انت بقيت غني كده كأنك انت معاك فلوس حتى لو انت يعني معاك ومحلتكش حاجة بس الناس كده سبحان الله بتتعامل معاك كأنك انت غني ومحلتكش خمسة جنيه والله العظيم عمي حاططها في جيم البنطالون من وراء بس الناس بتتعامل معاك وبتصرفوا معاك كأنك انت شخص ثري كأنك انت شخص معاك فلوس وبتعاملوا معاك على هذا سبحان الله يعني بتدقى حاجة غريبة كده ما عندي ربنا طيب ايه كمان هتلاقي نفسك ان انت كنفسك بتصرف كأنك انت شخص ثري انت حاسس نفسك شخص ثري بتلاقيك بتتصدق بصوا اقسم بالله العظيم والله بشهد انا كراشا مراد ان الصدقة دي ليها تأثير السحر في حياتك المالية يعني كل ما هتتصدق وكل ما هتطلع صدقة بنيت ان انت تفرج على بني آدم ان انت تساعد بني آدم هتلاقي ديونك تسددت هتلاقي فيه فلوس كأن مطرة فلوس كده نازل عليك انت مش عارف هي بتلاقي يعني مش عارف هي بتجيرك ازاي فوالله العظيم والله العظيم ان الصدقة ان انت لما بتصرف جنيه بيجي مكانة وعشرة يعني ان الجنيه اللي انت لا ينقصوا ماله من صدقة فعلا كل ما بتتبرع وتتصدق لشخص محتاج بجد كل ما هتلاقي الفلوس جا تجري عليك بتقولك تعالي خضني بالخض والله العظيم انا جربتها كتير قوي بحياتي وشوفتها بحياتي الناس اللي بتتصدق بيحصل لهم مضاعفات غير طبيعية في فلوسهم وفي حالتهم المادية والله 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 كمان مرة جربوها كده لما تكون مديون مش عارف تسد دينك تصدق تصدق لشخص مزنوق يعني فك كرب بني آدم هتلاقي الدين ده ربنا سبحانه وتعالى شاله من عنك من حيث لا تحتسب طيب الحاجة بردو المهمة جدا هو ان انت هتلاقي نفسك عمال عقلك الباطن كده يعني تلاقيه كده هو خلاص انت حس ان انت عندك هدف كده عارف من انت وصل للهدف عندك ايجابية كده تحس ان في ايجابية طرح عليك كده في مبساط في طاقة سعادة في طاقة فخر بنفسك شايف نفسك قوي عارف ان انا انا هعرف حقه انا شخص ايجابي والله عظيم طاقة ايجابية مش طبعية بتلاقيها لو كده فرط عليك كده كاينك انت شايف الهدف بتاعك كاينك انت شايف يعني عايز اقولك والله العظيم كاينك شايف انت الفيلا بتاعتك بعربيتك بالشركة بتاعتك بالمواصلاتين بتوعك انت حاسس وشايف انت تحس كده ان انت كاينك انت بتتشارك على موفي هتلاقي ناسك شايف الحياة اللي انت عايز توصل لها وتأكد ان انت وتوصل لها ونس اللي بتشككلك وتلعب في دماغك ودلا بقولك ان احترس مين حواليك لان ودنك لها تأثير قوي على افكارك فبالتالي تلاقي ناس عاملتوا العبيد بقى اللي يعني يفاكر ناسه هشتري فيلا بخمسة مليون جنيه هجيب الخمسة مليون جنيه منه والعربية المارسيديس اللي حاطيتها background على الموبايل بتاعه وانت شايف انت عارف طريقك انت فاهم وشايفه حسه كمان يعني انت شايف الصورة اللي انت هتوصل لها وشايف ان انت شخص تباري وعندك موظفيين وعندك شركة وعندك حلم وعندك مشروع وعندك وعندك والناس عملة تقول عليك عبيت وهبل ومش فاهم حاجة على فكرة ومتتأثرش الكلام اي حد والله العظيم صورة الزهنية اللي انت بتحطها لنفسك الفيوتشر بتاعك المستقبل بتاعك هو ده اللي هيحصل كل الناس اللي بيقولوا لك اي كلام دولت ولا هيقعدوا بعد كده عملها ازاي ويعني اعداء نسميه اعداء النجاح او ممتصيق طاقة دولت فكك منهم ما تنتبهش ليهم ولا كأنهم اصلا موجودين طيب فيه بوينت تانية تلاقيك بتفكر في مشاريع يعني انت بتدل ان المال او الصروة قادمة تلاقيك بتفكر في مشاريع تلاقيك فاهم بتفكر مثلا في مشروع بتبدأ تاخد خطوات ناحية المشروع ده يعني انت كلنا ممكن نفكر نعمل مشاريع كلنا ممكن يكون عندنا افكار كتيرة جدا وعندنا كريوتيفتي عالية جدا بس تلاقيك بقيت خلاص شايف المشروع كأنه خلاص كأنه رياليتي وبدأت تاخد أكشنز بدأت تتصرف وصلوا يا جماعة كان فيه زمين شخص كنت بكلمها حد قبل كده وقال لي انا زكي جدا وانا بعرف اوصل لأي حاجة بخطها في حياتي انا very smart انا اسكى واحد في الدنيا اه هو حد ده قريب يعني فالمهم كان هو بكلم ان هو زكي جدا فانا قطره كلمة واحدة بس هو اسم محمد طيب حمد هرى فكرة اتسنا تباط يعني زكائك انا لو جبت انا هسألكوا سؤال دلوقتي وكلكم جابوا علينا مين اللي هيبقى انجح الشخص الزكي الزكي زكاء حد ولا الشخص المقتهد الهارد ووركر اللي بيشتغل كل يوم اللي كل يوم بتعلم حاجة جديدة اللي بيطور من نفسه انا هقول لكم على حاجة حتى one of my friends برج الطور حاجة هالي قبل كده لو احنا عندنا كريستيان ورونالدو وميسي ميشي انتو بتشوفوا مين انجح كريستيان ورونالدو ولا ميسي انا هقول لكم انا كراشا بشوف ان كريستيان ورونالدو انجح ليه بقى ميسي مولود عنده التالنت بتاعت الكورة عنده المهارة من هو بيبي كده هو محتاء هو لعيب هو واتحريف ولعيب بس هو ما اشتغلش على نفسه قوي اه هو سبحان الله هي هبة من عند ربنا كريستيان ورونالدو اقلب كتير جدا كالتكنيكاليتي او كشطارة او كموهبة او كموهبة بالفترة من ميسي بس كريستيان ورونالدو مجتهد هارد ووركر بيشتغل على نفسه بيطور من نفسه بيلعب على الفتنس بتاعته شايفين عنده كانوا سيناول حد الوقتي بيجري بيلف الملعب كله انا بشوف ان كريستيان ورونالدو او الماضل بتاع كريستيان ورونالدو انجح بكتير جدا لانه هو هارد ووركر عنده كونسستنسي بيشتغل على نفسه بيطور من نفسه دايما بتلاقيه حد تحس ان هو فيه عملية مستمرة عملية اجتهاد هو لاعب مجتهد اما لفي ميسي لعب تالنت لعب عنده تالنت يا تيلان بالعربي يعني عنده تالنت مش عارفها بالعربي فبالتالي انا اقول لكم لو شخص ذكي وشخص هارد ووركر مين هينجح اكتر جاوبوني كده دلوقتي حالا بتشوفوا شخص الذكي هو اللي هينجح ولا الشخص المجتهد الهارد ووركر اللي بيشتغل على نفسه انا مشوف الشخص الذكي ده ممكن يبقى دكتور في الجامعة ممكن يبقى دكتور ممكن يبقى مهندس ما اللي هيب اثري هو الهارد ووركر هو الشخص اللي بيشتغل على نفسه هو الشخص اللي بيعمل زي الممكنة كده بيشتغل وبيشتغل وبيحاول وبيجرب وبيقع بيتعلمون اخطاء وبيقوم تاني برافو على مين كتب كده كينزي برافو عليكي كينزي تالنتد يعني موهوب انا والله نسيت الكلمة معلش فانا شايفة كده يبقى انت كل ما تلاقي نفسك بتكتهد وبتتعب وبدأت يعني بتروح مش قادر وبتنام كل ما تلاقي نفسك ان انت يعني بتشتغل على نفسك اكتر وبتكتهد اكتر وبتبزل مجهود اكتر اعرف ان انت هتكون شخص غني وان المال جايلك جايلك لان الله لا يعني ربنا ان الله لا يضيع اجرى من احسن عملها عمره لما ربنا هضيع مجهود بني ادم فحطوا النقطة دي كويس جدا جدا قدامك كده وقدام هدفك نقطة اخيرة هتحسسك ان انت كل ده من علوم الطاقة الحاجات دي من علوم الطاقة هو ان انت بقيت بجد والله عظيم حاسس ان انت مش بحتاج فلوس عندك رضا يا جماعة الرضا من انجح علوم الطاقة ان انت يكون عندك رضا ده تكون راضي راضي بكل حاجة ربنا ادهي لك راضي بالنعم اللي ربنا ادهي لك الرضا كان زل يفنى ان انت تكون راضي تلاقي ربنا كتب يقول لك وقال لئين شكرتم ده يزيدنكم كل ما تشكر ربنا وتحمد ربنا على النعم اللي عندك حتى لو عندكش فلوس حتى لو انت مديون بس انت بصحتك حتى لو انت لو انت ما عندكش يعني ما عندكش فلوس بس عندك اطفال وعندك ربنا رزقك بالزرية الصالحة ربنا رزقك ببيت تقعد فيه ربنا رزقك انه ابوك وامك على قيد الحياة فهتحسك كده ان انت عندك حالة من الانتشاع عارفين الرضا كده بتدخل نفس كده حاسس النفس بيدخل اعماق اعماق اعماقك لان انت حاسس ان عندك نعم كتير جدا حطه دايما اللي هي طاقة الامتنان ان انت دايما تكون ممتن للنعم اللي عندك كل ما طاقة الامتنان بتاعتك بتاعها كل ما انت بتقرب لحلمك كل ما انت تبقى حاسس ان ربنا مديك نعم كتير جدا وان انت في نعم كبيرة جدا اي حد في الدنيا اتمنىه كل ما ربنا سبحانه وتعالى هيزيدك اشكرو ربنا دايما على نعمه احمدوا ربنا تصدقوا الصدقة او الله العظيم لو تصدقت بجنيه كوين واحدة بس كوين واحدة دهو يعني جنيه واحد بس درهم اي حد تشوف لما تلاقي حد في مأزق حد تقدر تساعده حتى لو بمبلغ بسيط جدا حتى لو بقى أكل حتى و بقى اي حاجة هتلاقي نفسا كده عندك رضة حاسس بنشوة اللي انت تساعد حد تاني هي دي العلامات والمؤشرات اللي بتدل ده الجزء الاول هنعمل جزء تاني في حد الله بميني ان احنا نتكلم عن احلام طيب في احلام هقولها لكم بنعملها في فيديو تاني الاحلام دي لو انت حلمت بيها ده معناها ان فيه ساعة في رزق غيالك وعايزين نعمل فيديو بعد كده نتكلم عن الفرق ما بين العقول الغنية والعقول الفقيرة مش بنتكلم عن الناس الغنية والناس الفقيرة اللي بيفكر بطريقة الاغنياء واللي بيفكر بطريقة الفقراء وقولولي الفيديو ده عجبكم ولا لا وقولولي ايه العلامات اللي لما تحصلوك تحصلو انت هتكونوا اغنية وقولولي هل بتتتفقوا معايا من العلامات اللي انا قلتها ولا لا وقولولي انتو بتحترموا مين اكتر كريستيانو رونالدو واللمس طبعا الناس اللي بتتابعين يعرفين ان انا obsessed about كريستيانو رونالدو ده الرول موضل بتاعي بصراحة انا ما شوفوا ان هو واحد كلا مع نفسه من تخت 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 الصفر ولما باسمع كلامه هو بيكلم قديه كان فقير وقديه ممتو كان بيشتغل ثلاث شغل لانتما بعض وسر عشقه وارتباطه بممتو يعني انا بحترم الست دي بحترم الراجل ده جدا جدا شكرا 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 جدا جدا وشكرا عن الكلام الحلو اللي انا عمال اقراف اللايب ده يعني اخجلتم توضع يا جماعة والله بجد هلبسلكو اصفر كل يوم اشوفكم فيديو تاني وفليز ما تنسوش تقولولي انتم متفقين معايا ولا لأ وقولولي ايه لي بحسوسكم فعلا ان فيه فلوس جايلكو في حياتكم بجد هتموا بالفيديو بتاعة علم الطاقة بيج هارت باي باي مع السلام